إلى الولايات المتحدة والتي انخفض فيها احتياطي النفط الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية وأظهرت البيانات تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار 5 ملايين و600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 22 من يوليو إلى 474 مليون ونصف المليون برميلة وهو المستوى الأدنى منذ يوليو من عام 1985 توقع بنك اوف امريكا استمرار تداول أسعار النفط على 100 دولار للبرميل في العام المقبل وأشار البنك إلى أنه في حال وقف روسيا للعملية العسكرية على أوكرانيا فإن أسعار النفط قد تشهد بعض التراجع هذا وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية وسط المخاوف حيال احتمالات ركود الاقتصاد العالمي مما قد يلقي بضلاله على الطلب أكدت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا أنه من المتوقع زيادات حد بأسعار الفائدة لتهديئة التضخم والذي وصل إلى أعلى مستوى له بالبلاد خلال 40 عاما ونقلت صحيفة تدالي ميلة البريطانية عن اقتصاديين تحذيرهم من أن التضخم في المملكة قد يرتفع هذا الشتاء بسبب قيام روسيا بوقف الغاز عن أوروبا مع استمرار تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية سيناريو قاتم ينتظر الاقتصاد البريطاني بسبب تدعيات الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها السادس وسط غياب لفرص السلام اقتصاديون بريطانيون جددوا تحذيراتهم من احتمال ارتفاع التضخم في البلاد إلى 15% الشتاء المقبل بعدما ألمح بنك إنجلترا إلى أنه يفكر في زيادات حادة في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 49% الشهر الماضي وتستند التوقعات إلى قيام روسيا بوقف الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية وقال محافظ بنك إنجلترا أندروبيلي إن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون على الطاولة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الأسبوع المقبل وسيكون هذا أكبر ارتفاعا منذ عام 1995 وسيرفع المعدلات إلى 1.75% وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2008 هذا وأدى ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وقضايا سلسلة التوريد العالمية إلى ارتفاع تكلفة كل شيء من اللحوم والخضروات والقهوة إلى الطاقة المنزلية والبنزين وأكبر حجم الزيادات في الأسعار العديد من العائلات البريطانية على شد أحزمتهم مما أثر مخاوفا من أن نقص الإنفاق الاستهلاكي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري لملايين من أصحاب المنازل ووصلت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية في المملكة المتحدة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو حيث توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تصل المدفوعات إلى 87 مليار جنيه السرليني في هذه السنة المالية رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر مما يعكس انتعاشا لاستهلاك الشخصي بالتزام مع عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها مع رفع قيود كورونا أكد مكتب مجلس الوزراء الياباني أن اقتصاد البلاد ينتعش بشكل معتدل مشيرا إلى أن التحسينات تظهر في قطاعات مثل الاستهلاك الخاص والواردات والتوظيف محذرا من مخاطر سلبية مستمدة من التقلبات المالية والأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وسط تجديد السياسات النقضية العالمية وتحركات البنوك المركزية الرئاسية من بينها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من مخاوف الأسواق بشأن تباطؤ النمو العالمي التي دفعت الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملازا أمنا ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا مع توقعات باتجاه لرفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1981 ترجمة نانسي قنقر